على ذكر أيضا نجوم النادي الأهلي نهاردة رجع من رحلة العلاج القصيرة في ألمانيا مؤمن زكريا نجم الأهلي مؤمن كان سافر لألمانيا عشان يعرض نفسه على أحد الأخصائيين الكبار في الظروف المرضية اللي هو بيمر بها يمكن دي صورة مؤمن وهو في النادي النهاردة جي من المطار روح على البيت غير هدومه وجي على النادي مباشرة والتقل كابتن محمود الخطيب عشان يطمئنه على ما تم في الرحلة العلاجية القصيرة وعلى التشخيص اللي تم بالنسبة لمرضه وعلى البرنامج اللي هيمشي عليه الفترة اللي جاية النادي الأهلي عنده حرص شديد جدا على توفير أفضل علاج لمؤمن بأسرع وقت ممكن عند أكبر أطباء العالم واعتقد عشان بس لأنه ده ظرف إنساني كمان ظرف إنساني بيربط النادي الأهلي بواحد من ولاده فالمسألة مش محتاجة أي مزايدات ولا تسمح بأي تزايد في منطقة مفترض محدش يتكلم فيها بتزايد دي ظروف مرضية لواحد من أبناء النادي عمره من نادي الأهلي لا أثر ولا هيأثر مع حد من ولاده ومحبيه ولا حتى مع جماهيره فالناس اللي طلعت قالت الأهلي ما تحركش وما صفرش مؤمن إلا لما احنا تكلمنا الأهلي ما تحركش وصفر مؤمن إلا لما مؤمن طلع في التلفزيون وقال مشكلته وقال 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 وإن الأهلي كان مهمله يا جماعة مؤمن لما طلع مع الزميل مهيب عبدالهادي لما سؤل وكان أول مرة الناس تعرف أنه مؤمن عنده مشكلة لكن كان مسؤولي النادي الأهلي عارفين بالمشكلة كابتن سادعب حفيز كان متابع بتكليف من الكابتن محمود الخطيب أولا بأول وكان في حرص على التواصل مع مؤمن صحيح أن اللعبة ما تكلمتش لأنه احترم وراغبة مؤمن أن الأمور تبقى في إطار دايق شوية لكن مؤمن لما تكلم مع مهيب عبدالهادي الناس اللي قالت الأهلي ما صفرهوش إلا لما اشتكى ولأهلي ما صفرهوش إلا لما حد تاني قال لك مستعدين لعلاجه لا مؤمن لما قال لمهيب عبدالهادي قال له أنا مسافر إمتى بالضبط نفكركم باللي قاله مؤمن زكريا مع مهيب عبدالهادي هنسافر ألمانيا يوم عشرين هتقعد بقى هناك فترة كبيرة لا لا ما حددش المدة حسب بقى التشخيص والكشف وتعييل وكلها وتعييل والكلام دوت مستمر بقى إن شاء الله الدكاترة بقى أول ما يحدده مدى إصابتك ورجوعك إن شاء الله لكن إصابتك مش إصابة اللي هي بعد الشهر طبعا تخليك تعتزل كلها لا لا مش الأوفر لا هتزيل يعني لسه صغير مش الأوفر لا لا أطمنا طبعا بطمك وطمنا جمور الحمد لله يعني بقى تصاب نقعد علي بس إن شاء الله خير يعني بإذن الله بقى تصابة عدة ومش عارف الظروف فينه أولو صابة حجمائي والدنيا مش هزاي بس إن شاء الله يعني أنا مسافر بإذن الله يوم عشرين يعني هو مؤمن بنفسه يوم 12 سبتمبر لما استضافه مهيب عبدالهادي قال له أنا مسافر يوم عشرين لألمانيا يعني الأهل ما صفرهوش عشان مين يتكلم والأهل ما صفرهوش عشان الإعلام سأل والأهل كان متجاهله ونسيه لا مؤمن لما تكلم تكلم إنه محجوز له وحيسافر يوم عشرين لألمانيا فأنا أتمنى إن الناس ترعي الحالات الإنسانية والظروف الإنسانية اللي هي المفترض ما تكونش مجال لمزايدات رخيصة شوية الأهل لا عمره ممكن يبخل عن واحد من ولاده ولا حتى من جماهيره وشفته أي حد من مشجيع النادي الأهل بمجرد ما قيادات النادي بتعلم بهذا الظرف محدش بيتأخر سواء ما يعلن أو لا يعلن وأغلبه لا يعلن طبعا فخلينا دايماً وأبداً وقفين في المنطقة الصحة